مشاهدينا رجعنا لكم بما أن اليوم كلامنا كلها عن الفن عن تصميم الأزياء عن الطبخ فالنصيب الأكبر للشعر الشعر واحد من المشاعر والأحاسيس وهو بوابة الروح التي تنقلها الكلمات والقوافية الحياة مدرسة تعلمنا الدروس والعبر وتخبرنا بنفس الوقت بالتجارب وبالمعادن إن كان للأشخاص أو للمواقف منا من يبوح بوجعه ومنا من يسكت لأن الكلمات لا تسعفه ومنا من يدور في أفلاك الشعر ليجد ما يسد هذا الرمق نعم أكيد مشاهدينا الحياة والشعر توليفة يعني من التجارب والقوافية الشعر يترجم أحاسيسنا ألامنا الله يجيب ألام طبعا وأفراحنا وفي بعض الأحيان يعني خيبات أمل يمر بها الشعر أو الشخص ممكن تترجم من خلال الشعر اليوم نحن نرحب في ضيفنا الشعر الكبير الأستاذ مبارك لحجيلان من الكويت الحبيبة حياك الله حي الله يحييكم ومسأل إمارات سلوت عساها دوم في خير دوم يا رب وتشرف في قناة الضفرة عسانا نقدم شي بس يحوز على رضاكم ورضا السادة الله حيب راضي راضي بدون ما تقدم رأعطيك العرار كيف الكويت بس كيف جو الكويت وناس الكويت أمطار وطيبة لا يبتلنا كيس مطر معاك حاضرين طيب خلنا نبدأ معاك بالشعر حياة شخصيا أنت الشاعر مبارك لازم تعيش تجربة معينة عشان تنطق القوافي والكلمات والقصائد ولا تقدر أن تستشعر دون أن تعيش الحالة والله لولا التجارب ولولا الظروف ولولا 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 ما تطلع للقصيدة ودائما كلام القلب يصل للقلب يعني فأكيد أنها من تجارب وكيد أنها من مواقف طبعا مواقف فيها الزينة وفيها الشينة يعني مواقف مثلا طيبة ومواقف خذلان ما كنت أنا مفكر بيوم من الأيام أنني أطلع للإعلام إلا لما شفت انتشار كذا قصيدة يعني من مواقف معينة يعني نعم فطبعا ما تطلع القصيدة إلا من مواقف جميل طب نسمع شيء من هالقصيدة شم حضر لنا اليوم أبشر مدام إنا في الإمارات هذه القصيدة أنا أحبها صراحة في صورة انتشرت للشيخ زايد بن حمدان البطر الله يحبه يرى فكان هي بعد غياب يعني غياب رحلة علاج نعم وانتشرت الصورة فجأة يعني وهو يبتسم فكانت ترند يعني ذاك اليوم أفرحت محبينا أفرحت الخليج حموما فكانت الأبياءات على هالصورة هذه يقول وهي صورة شفح بابك يا زايد يا أسد حمدان ملوها الأرض من كثرة التهاني والسبب صورة وهي صورة بعد ذاك الغياب ولوعة الحرمان جميع قلوبهم نامت بعد شوفتك مسرورة سلاماتك من العارض عساها آخر الحزان إن شاء الله وعساها عيون حسادك بعد ما طبت مدحورة ترى يا شيخ هي نظرة ولكن أنهت الحرمان تخيل كيف هالنظرة بقت في الناس محفورة وترى كنت الشجاع اللي يعدونك من الشجعان وترى الشجعان يا زايد من الأفعال مخبورة وتدري ليه العالم غلاك ببحرهم غرقان لأن نسمك على زايد زعيم الدار الأسطورة رحمها الله مزبان الدخيل وقايد الأوطان صحيح إنها رحل لكن بقت يمناها مذكورة وبعد لنك من فعولك تسمى زايد الإنسان تصون اللي صرخ باسمك في دتك مفوس مغرورة وبعد لنك معاهدنا تكون في مقدم الفرسان ومع أول سربي مراتي لو لو ضاع مخطورة وبعد لنك لجلدارك تبيع العمر مهما كان يبيع العمر شكراً وكل أخطاك مشكورة لك التقدير يا زايد ولك الشكر ولك العرفان مدامك حاشقن هذا البلاد وحامين سورة صح الحلسانك حلسانك شاعر مبارك يتميز بالحكم الحياتية طبعاً وتجارب فهذه الأشياء لأي مدى أثرت في حياتك أنت كشاعر وأيضاً فيه في الناس من حولك بشكل خاص ممكن الناس يبدون يحكون ويستردون قصص قدامك على ساس يحصلون على شاعر والله يا أخوي هذه هي المشكلة الرئيسية اللي حالياً أواجهها لأن كثير رسائل توصلني أنا والله قصتي كذا 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 وإنت مثل ما أنتم عارفين يعني الشعر واهس إذا أنت ما تكتب على شيء مقتنع فيه طبعاً ما يطلع معك فأنا طبعاً حبيت الشعر الحكم والقصائد الاجتماعية أكثر وطبعاً الناس لا تدري الشعر ما هو كمبيوتر أي قصة تقولها على طول طباحها فعر مزاجية وإحساس وشيء يقتنع فيه الشعر مثلاً عن شو ما كتبت إلى الآن الشيء اللي أخاف أكتب عليه وما كتب عليه هو الفقد فقد عزيز فقد غالي الله ليب إن شاء الله إن شاء الله الله ليجيبه لكن هذا الموضوع يعني أنا كتبت بيتين ثلاثة ووقفت ما قدر تكمل صراحة يعني ممكن ناس عزيزين بهب بالشكل المناسب صحي ولكن تفضل لولا الآلام ولولا مثل ما قلت التجارب ولولا عمر الإبداع ما ينخلق صراحة إلا بتجارب وبآلام وبمعاناة صدقني أعتقد بوجهة نظري إن المرتاح الشاعر المرتاح مستحيل يبدع ويفتب كتبت على الخيانة كل شيء كل أنواع الشعر كتبت لها إذا شوف بالك الحين تسمعنا شيء ثاني والله شوف شيء إيجابي ما علي وضرور أصيح الحيني والله قناة الضفرة غالية ونخصكم جديد تفضل قصيدة جديدة ما طلعت لأي حالي حصرية حصرية جدا اجتماعية طبعا يقول يعجبني الطيب سريع الفزعة اللي لأجاه الحمل يشتاله ويتعبني من سوى جميل فيني لا شفت وجهه ثم ذكرت فعاله الطيب يبقى لصاحبه ما يفنم يكتب لها التاريخ ضمن رجاله ما حب طاري واحد ما ينفع وفزل اللي سيرته شعاله وفرح على شوف الكريم الشامخ أبو اليمين الديمه الهماله راعي هلا وابشر وتم وحاضر راعي وفا والنايفة من زاله يلا ويكرهي والله للبخيل المجلد اللي حسب نقيم تفمواله قلو له أن كنوزة المجموعة ما هي بتشفع له وحظ عياله والله ما تقعد يكود السمع وترى النهاية كلنا رحاله ومن كثر ما مروا علي العالم الكشلك للفعل والقواله به واحد لا من نهمته جنب ويضيق صدره وتبدل حاله يمحط من الأعدار لين يهدك وتكره أبو يوم النصي تشكاله وبه واحد لا من نهمته غير من الشهاء ما هو الوفاة يبراله يفزلك فزة كريم ويخلصك قبل يخلص منجاله الطيب بداخله نار تغلي إليه سمع تكفى تشوفه في حاله ولا الردي بارد ووجهه بارد ولا يندخر في الوقفة الفصالة رجلا تحفظه للظروف الشينة ورجلا خسارة تحفظك الجوالة هذه من الواقع عن رجال هذه قصيدة الرجال وفيها مقارنات ومفارقات مقارنات مفارقات طيب طيب يعني هذه الأمور يمكن فعلا المجتمع بحاجة لأن تعودنا في فترة سابقة عن الأمثال والحكم كانت مأخودة وكنا يتوارثونها ويستخدمونها بشكل كبير حتى اللاباء كانوا يستخدمونها مع عيالهم يعطيه مثل ولا حكمة على اساس أنه يرده فنحن في زمن الشعر إلى أصالته ورد إلى أنه يصير متداول بشكل كبير بين أبنائنا وبالتالي هذا منبع جميل جدا للشباب صحيح والأجدر حتى نفس ما قال عبد الله يعني تجارب الحياة قد تعكس دواخلنا وإبداعنا وكلماتنا بالتالي قلت الردي قلت قوله فعل ويدين أصحاب القول وقليلي الفعل طبعا صار لك مواقف يعني هذا الكلام ما يمن فراغ أكيد ما يجى من فراغ يعني الحياة صنع عموما صدمات تجارب نعم يعني واحد ما توقع منه شيء تلقى هو اللي يوقف معه صحيح واللي كنت حاطة لليوم اللي محتاجه فيه يعني طبع يمكن أن المشكلة فينا ما خلاص ما يصير نتوقع أي شيء من أي حد يمكن طبعا نوصل لهذه القناعة لا تمدح أحد إلا بعد فعل إلا بعد فعل صح أزين هل هنا قاعدة عندك مهمة تطبقها بحياتك في شيء قاعدتي توكل على الله ونعم بالله اشتغل كمل ولا تلتفت للناس ولا كلام الناس وثق بالله أن كل شيء من رب العالمين مكتوب وكل شيء مقدر حتى جلستنا هذه أننا جئت الإمارات وقامت لقاء هذه مقدرة ومكتوب فكل شيء على رب العالمين لازم الواحد يحطها في راسه أن كل شيء ترى مقدر ومكتوب لك ويصير لك لا تشيل الهم أبد بس لابد أنك تشتغل تسعى لابد أنك تسعى صحيح إذن الشاعر مبارك متى يشعر مثلا أنه هو مقصر إن كان في حق نفسه ولا في حق الآخرين شعور التكصير لأنه مزعج شعور التكصير أحس أني مقصر لما واحد يقول لي أنا صار لي كذا سالفة كذا أبيك تكتب لي قصيدة وأنا ما أقدر المزاجية تحكم على الشخص مرات ما أقدر أكتب لكل واحد نعم والمشكلة أن القصص التي تجيني والله أنها يومية هي اليومية أنا صار لي كذا كذا هنا أشعر بالتكصير وأنا بنفس الوقت والله ما بيدي شي لكن هذا ليس تكصير في هذه الحالة أهم أنا أحس بتكصير لأنهم هذول أنا رديت أحد ولا هذا أحس أنك رديت والناس هذه جاية مخصوص لك حابين قصيدك حابين إحساسك وقاعدين يقولون قصتهم حساس ترجمها بقصيدة مسألت صادق لأنك صادق تقول ما أقدر لأنه يطلع من القلب صح ولا لا عبد الله وإلا كنت أكتبت أي شيء أهم بعد أحس بتكصير لأني ما أقدر تخدم أنا قاعد أهون عليك عشان ما أتحس بتكصير ما علي أنا أقول الصلاح تشل بالحال أهزين هذه الأمور فعلا هي صعبة ليس سهلة طيب ليش الناس تدور قصتهم في قصيدة ممكن أن يكون متأثر في الشاعر نفسه نعم يعني مو شرط أنها القصة يقدر يقولها كلام طبعا لكن هو تلقاه متأثر في الشاعر الفلاني فحاب أن يسمع قصته أوهو شخصيا في الشاعر جميل أن يقولها الشاعر الفلاني يمكن هو حاب أسلوبه حاب طريقته جميل لأننا حبينا أسلوبك حبينا طريقتك حبينا سمعنا شيء الله يطول نطلع من الجو هذا ونسمعكم غزل يلا اروح يقول لي طول بك البعد يلي ما تمنى سواك علاجي أنت وغيابك لو دقائق يسم مش تاقلك حيل والله لا يبين غلاك وكأن وجهك إلي شفت البشر يرسم تصدق إني كثر مغليك ودي بجفاك خايف لعد من الشوفة وجهك المبتسم وكلامك اللي اللي قلته تغنى تشفاك يجلب حنين ومشاعر وارتعاشة جسم ولا رجاحتك في عقلك وفي مستواك وعيونك اللي ما هي بعيون هذه رسم تبارك الله وسبحانه بشي عطاك إنك نسي مشتها أول مطر بالوسم أشوفك أقرب من العالم عساها مفداك وحس في لذة اسمك لا نطقت الاسم مرة أقول أتركك مرة أدور إرضاك ولجي تصارحك لا قادر ولا بين اسم يعني أنا بين بعدك ولا أكمل معاك أتعبني هذا الأمر يليت لو ينحسم أوعات تدري طلبتك هل هذا وذاك تعرضت بحياتي شوفني من قسم هذا عاشق مزاجي لا أدري يباه ما يباه أشوفك ما أشوفك أشتاق لك أكره لك صح؟ هذا العاشق اللي بين نارين ما يدري ما يدري مو قادر لا يكون في هذه العلاقة يحب أو برا طبع عشتها؟ طبعا هو قرار صعب يعني مو شرط يعني عادي يقول حال الشباب لا أتروح حال بس أعدب الشعر أكذبة يعني هذه مقولة دارجة نعم أكيد طيب هل لك ديوان شعر سوي ديوان خاص فيك؟ والله أنا عندي ديوان صوتي وديوان كتابي اللي هو كلهم بعنوان كسر الظهر وقبل سنتين تقريباً جميل وصدد إن شاء الله في ديوان قادم حلو المتعرف عليه ممكن أكثر شيء الآن قاموا الناس الأشعار يسجلونها على التواصل الاجتماعي لأن الناس بغت تسمع الشعر من صوت الشعر أي طبعاً عندك بعد هاي بعم سوينها أم لا؟ أكيد يعني قصدك السي دي يعني السي دي أو حتى التواصل الاجتماعي نعم بصوت الصورة حتى أي أكيد مواقع التواصل الاجتماعي هذه ما اختلفنا عليها وكانت نعمة لنا صراحاً يعني بعيداً عن الشلالية وبعيداً عن الواسطة وبعيداً عن المحسوبية وبعيداً عن لكن الديوان الصوتي الناس ما هي نفس قبل دعنا نكون صريحين طبعاً تعبت من القراءة قليل ونادر جداً اللي أقرأ الحين الحين أكثرها تبي سريع كل شيء سريع حتى تبي تسمع ما لها خلق تقرح تقرح فكان الديوان الصوتي نجاح أكثر من أكثر من هذا نعم كتابي نحن طبعاً نحب نشكر تواجدك معنا الله يسلام والليوم فعلاً كانت حلقة تشي فنية وأن تنتهي بهذا الإحساس يعني أنا شاكراً لتواجدك معنا الله يسلمكم فعلاً وألف شكر لكم الله يحفظك يا رب وسامحونا على الكسور لا بالعجب وصراحة تشرفت فيكم وكل الشكر لأشختي ولك أخوي عبدالله الله يحفظك كل الشكر للمعدة هبة المهندة الله يحفظك يا رب مشكريني قناة الضفرة يعطيك العافية نشكرك بدورنا أريد بعد حتى أوجه تحية لكل أهل وشعب الكويت سامحونا الكويت أبا وجه تحية لأهل الكويت من الإمارات أقول حق المشاهدين شكراً على حسن المتابعة إن شاء الله يجدد لقائنا على خير ونختم بمسك الختام بصوتك وأشعارك أكيد قصيدة إن شاء الله أنا بختم بعد بودع مشاهديننا وإن شاء الله بنكمل وياه إذا مشاهدين نحن نشكر الأستاذ مبارك الحجيلان ونشكركم طبعاً نشكر هل الكويت على هالضيف الطيب لينا من صوبهم إن شاء الله أمطارهم تسيص صوبنا شوية ويعطيكم العافية إن شاء الله نشوفكم في لقاء آخر بإذن الله قريباً نترككم مع الشاعر مبارك يقول يا صاحبي لا تنحني للغرابيل ما غير ربك هل بشر تنحني له بهذلتك الدنيا كبار البهاديل ومش شاف شي بقال وعزتي له قم انتفض يا صاحبي واترك الليل فرى السهر سم القلوب العليله جلسه بلية فعل موته وتنكيل لا صر جالس من تلاقي حصيله انصى وروح وحلل الوضع تحليل طليق وجه ولا مش يتر ديله انصى الرفيق وعلمه بالتفاصيل ولخاب ظنك فيه دور بديله وفي حزة الصملة اهتبانه لقاويل من ينفض أفعاله وينفض شليله ووقت المواقف يفرقون الرياجيل بين الكريم وبين يمنن بخيله واللي يشوش وينقل الحمل ويشيل هذا اللي يودك فوق راسك تشيله وجه على النشمي وخلى التماثيل والطيب ما هو ورث لية كبيلة والناس تسعى لك الرزق من داخل ولا يكفلون الرزق ربك كفيله الله لا صحيح 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 صحيح